منشأ فيروس كورونا الذي نوهت الكثير من الدراسات إلى أنه كان في مدينة وهان الصينية وتحديدا في سوق المأكلات البحرية في ديسمبر من العام الماضي تنقضه دراسة حديثة بريطانية تقلب الموازين حول المنشأ وتثير جدلا في الأوساط العلمية والسياسية إذ أشار بحث جديد نفذه علماء في جامعة أكسفرد البريطانية إلى أن فيروس كورونا كان خفيا لسنوات ومنتشرا في جميع أنحاء العالم لكنه اختار بيئة مناسبة للظهور الخبير في مركز الطب التابع لجامعة أكسفرد توم جيفرسون يقول إن الفيروس بقي خاملا لسنوات لكنه ظهر في سوق يوهان بسبب توفر الظروف المناسبة وأنه فيروس عالمي كان ينتظر فقط اللحظة المناسبة البحث أشار أيضا إلى أن الفيروس استخدم طرقا مختلفة ومتنوعة للانتشار كأنظمة المراحض المشتركة والصرف الصحي وأكد العثور على عينات من الفيروس في كل من إيطاليا والبرازيل وأسبانيا قبل انتشاره في يوهان الصينية البؤرة الأولى للفيروس واعتبر فريق البحث أن انتشار فيروس الأنفلونزا الإسبانية في جزيرة ساموال غربية بالمحيط الهادئ عام 1918 ووفاة نسبة كبيرة من المواطنين بالرغم من عدم اتصالهم بالعالم الخارجي خير مؤشر على هذه الظاهرة وهي توفر الظروف البيئية المناسبة لظهور الفيروس ولكن وبحسب الخبراء يجب البحث والاستفادة للتحقيق في الأسباب التي جعلت من بعض المهن أو الأسواق كأسواق اللحوم ومصانع الأغذية بيئة مناسبة لظهور فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر